افضل عشرة لاعبين عرب ليسلكم كل ما هو جديد العاشر سالم الدوسري يعتبر سالم الدوسري افضل لاعب سعودي في السنوات الاخيرة تطور اللاعب بشكل كبير واصبح لاغنا عنه في تشكيلة الهلال السعودي حيث تمكن من منافسة الاسماء المحترفة الكبيرة التي يجلبها النادي وخير اعتراف بمجهوداته هي تتويجه بلقب افضل لاعب في دور ابطال اسيا الفين وواحد وعشرين خصوصا وانه كان من ابرز المساهبين بتتويج الهلال بالنسخة المنقضية من البطولة الاسيوية التاسع سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة هو احد الاسماء التي ابهرت مع نادي برينتفورد في دور الدرجة الاولى الانجليزي ليدفع بذلك نادي ويستهام الى التعاقد معه في الموسم الماضي النجم الجزائري تطور كثيرا منذ انضمامه الى ويستهام حيث ساهم الموسم الماضي في تسجيل ثلاثة اهداف وتقديم سبع تمريرات حاسمة ليساهم في التطور الكبير الذي حدث للمطارق تحت قيادة ديفيد مويس الموسم الماضي ويتمكن من مساعدة الفريق للعودة الى البطولات الاوروبية هذا الموسم سجل سعيد بالرحمة ستة اهداف وقدم ثلاثة امريرات حاسمة الثامن ياسين بونو ارقام تاريخية عديدة سطرها الحارس المغربي ياسين بونو خلال مسيرته الحالية مع نادي اشبيليا الاسباني حيث تمكن من المحافظة على نظافة شباكه لمدة وصلت الى خمسمائة وسبعة وخمسين دقيقة ليتجاوز بذلك رقم الحارس بيتو البالغ خمسمائة وستة عشر دقيقة كما اصبح بونو هو اول حارس عربي في التاريخ يسجل هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى ويعتبر بونو حاليا احد افضل الحراس في الدوري الاسباني كما ان فريقه اشبيليا هو المنافس الوحيد للريال مدريد على لقب الليجة هذا الموسم السابع يوسف النصيري انهى المهاجم المغربي يوسف النصيري موسم الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين في المرتبة الخامسة لافضل هدفي الدوري الاسباني مسجلا ثمانية عشر هدفا ليجذب بذلك انظر عدة اندية ابدت رغبتها في التعقد معه ابرزها ندي وستهام الانجليزي تويج النصيري ايضا بجائزة افضل لاعب في الدوري الاسباني عن شهر يناير من الموسم الماضي بعد ان تمكن من تسجيل سبعة اهداف خلال ست مباريات شارك فيها يبلغ مهاجم سود الاطلس من العمر اربعة وعشرين عاما فقط ولازال بامكانه التطور اكثر في قادم السنوات السادس احمد حجازي النجم المصري هو احد عمدة الدفاع التي لا غنى عنها في نادي الاتحاد السعودي والمنتخب المصري ساهم حجازي بشكل كبير في تثبيت اركان سيطرة الاتحاد على الدوري السعودي هذا الموسم فقد استحوذ على قلوب الجماهير هناك وفاز باختيار الجميع بافضل صفقة للاتحاد في موسم الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين ابرز ما يميز المدافع المصري هو امتلاكه للشخصية والعقلية فهو لا يحتز عند مواجهة هجمات الخصوم كما انه يملك الصفات القيادية التي تجعل منه لاعبا مميزا الخامس رومان سايس مدافع اخر يتمتع بقوة الشخصية والصلابة الدفاعية هو النجم المغربي رومان سايس اللاعب الذي اصبح احد اهم اركان الدفاع في نادي وولفر هامتون الانجليزي ساهم بشكل كبير في الاداء المميز الذي يقدمه الولفز هذا الموسم خصوصا وان النادي الانجليزي يعتبر ثاني اقوى دفاع في الدوري هذا الموسم بعد مانشستر سيتي الرابع اشرف حكيمي يعتبر اشرف حكيمي احد افضل الاظهرة اليمنى في العالم حاليا حيث يتنافس بشكل شارس مع ظهير ليفربول ترينت اليكساندر ارنولد على لقب الافضل انجازات حكيمي غنية عن التعريف فقد كان احد اهم المساهمين في نجاح انتر ميلانو في كسر هيمنة اليوفي التي استمرت لقرابة العقد من الزمن كما واصل تقديم ارقامه المذهلة مع باريسان جرما ليفرض نفسه في التشكيل المثالي كافضل ظهير ايمن في العالم وفق تصويت الفيفا 2021 حكيم زياش اعاقت الاصابات والغيابات المتكررة مسيرة المغربي حكيم زياش في موسمه الاول مع تشلسي الا ان النجم المغربي عاد بقوة هذا الموسم سجل زياش حتى الان سبعة اهداف مع تشلسي هذا الموسم وساهم في حسم العديد من المباريات الصعبة للنادي اللندني كما كان احد اهم المساهمين في تتويج تشلسي بلقب دور ابطال اوروبا الموسم الماضي الثاني رياض محرز بعد بداية صعبة لمسيرته مع مانشستر سيتي نجح رياض محرز في اثبات فاعليته وقواته تهديفية للمدرب بيب كوارديولا محرز حاليا يعد من ضمن افضل الاجنحة في الدور الانجليزي الممتاز اللاعب تمكن من حسم احد اهم المواجهات للسيتي والتي كانت امام باريسان جرمان ليقود السيتيزن الى نهائي دور ابطال اوروبا في الموسم الماضي مع كتيبة بيب كوارديولا لعب محرز مائة وسبعين مباراة سجل خلالها خمسة وخمسين هدفا وصنع ثلاثة واربعين وهي ارقام مذهلة للاعب لم يلعب كل مبارياته اساسيا الاول محمد صلاح الملك المصري هو بلا منازع افضل اللاعبين العرب هذا الموسم بل البعض يرى انه يستحق حتى لقب افضل لاعب في العالم للموسم المذهل الذي يقدمه لك ان تتخيل ان محمد صلاح يتصدر قائمة ترتيب هدفي دور الانجليزي الممتاز برصيد تسعة عشر هدفا وبفارق سبع اهداف عن اقرب منافسيه كما انه موجود ايضا في قائمة افضل صانعي العاب الدوري برصيد عشر تمريرات حاسمة سجل صلاح بقميص ليفربول مائة وخمسين هدفا في مائتين واربعة وثلاثين مباراة بمختلف المسابقات كما مرر ستة وخمسين تمريرة حاسمة وحقق لقب هدف الدوري الانجليزي الممتاز في مناسبتين ويبدو انه في طريقه لتحقيق الثالثة كما حصل على المركز الثالث كافضل لاعب في العالم وفق تصويت الفيفا شاركون بارائكم وتعليقاتكم من هم النجوم العرب الاخرون الذين يستحقون التواجد في هذه القائمة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس فبدعمكم نستمر اشتركوا في القناة